بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قومهما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناكهم أغلالا فهيين الأزقان فهم غمحون وتعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبشرون وسماع عليهم أم عزرتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتماع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكذب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أخصيناه فيه إمام مبين وادرب لهم مسلا أصحاب القرية إذ جاء أخل مرسلون إذا رسلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا تعائركم معكم وإن ذكرتم ولأنتم قوم مسرفون وجاء من أكس المدينة رجل يساق قال يا قوم اتمعوا المرسلين اتمعوا من لا يسألكم أجرعوا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من مدونه آلحة إن يرد الرحمن بدر لا تغنعني شفاعتهم سيء ولا ينقذون إني إذا لفي دلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليد كومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا لقومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإنهم كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما غبنته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت رضوا من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس بجر لمستقر لها ذلك نخذير عزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى وعدك العرجون الخليم للشمس ينبغي لها أن تذرق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زر يدهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله مع الكبود وإن نشأن غيكم ولا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاغا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين غفروا للذين آمنوا وأنتعم من لم يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في قلال مبين ويقولون متى هذا الوضع إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صلحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستفعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالسور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما بعد الرحمن وسدك المرسلون إن كانت إلا صلحة واحدة فإذا هم جميع الذين مهبرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجسعون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزواجهم في جلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أوهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم ودوء مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فالسمب الشراد فأنا يمسلون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استنفعهم بيهم ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغيناه إنه إلا ذكر وطرآن مبين لينذر من كان حيا ويحقا قوله للكافرين ولم يروننا خلقنا لهم من ما ومنذ أيدينا أنعا ونفهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم وبنها يأهلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله عليها لعلهم ينشرون لا يستنفعون نسرهم وهم لهم جند محبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسجون وما يولنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نتفد في ذا هو خشفهم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقها طالما يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلك عليم الذي جعل لكم من الشجر ليخضر نارا فإذا أنتم منه توفدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له بن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوته لشيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر